تحت مزاعم إحلالها عن العملة التالفة تقوم ميليشيا الحوثية الأهم بصك عملة ورق معدنية بفئة المئة ريال ما تدعي ذلك وما تأثير ذلك على السوق وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام؟ أولا المساء الخير وكل عام والجميع بخير دعيني أولا أن نعلق على نقطة وردت بالتقرير تفضل للدكتور مطهر العباسي الذي أعتقد هو مسؤول في حكومة الشرعية أن ينادي إلى مجلس إدارة موحد مع الميليشيا هذا مسؤول مع الدولة يعني عجيب أمر هؤلاء كأنه لا يوجد قتلى ولا يوجد مشردين هم مستفيدون لذلك مجلس إدارة موحد وكأننا نتعامل في سويسرا أو نعمل اندماج أوروبي فعذر أنه قناة اليمنين تبث مثل هذه الآراء لكن الرأي والرأي الآخر بالنسبة لسؤالك طبعا الآن دعينا نتكلم عن شيئين أولا أن نقوم بإصدار عملة ثانيا أن نحول عملة من ورقية إلى معدنية أن نصدر عملة بدون أن تكون لي صلاحيات أو تكون ليس من المؤسسة الرسمية للدولة هذا يعتبر بحادثة مخالفة وتعتبر عملة مزورة ويعرض كل من يتعامل معها للعقوبة وفقا للقانون ووفقا للقانون والدستور وهنا البنوك ستكون في معني ما بين سندان الحكومة الشرعية وما بين مطرقة الحوثي هل تتعامل مع هذه العملة أم لا تتعامل أما أن نحول عملة ورقية إلى معدنية فتلك أيضا كارثة أخرى العملة هذه هي التي تداول بين المواطنين لا تورد للبنوك لأنه لا يوجد آلة عدل لعدل مثل هذه الأموال هي الغرض تسهيل تداول العملة الفكة يعني ليست عملة أساسية بحد ذاتها أن نحول عملة ورقية هنا بداية يعني كما يقولوا هو انهيار بحد ذاته لماذا لجأة الحوثي لهذه الخطوة نحلل يعني هو لجأ لهذه الخطوة لأنه حاول قدر الإمكان طباعة عملة هي طبعا هو لم يطبع هذه العملة الوحيدة المية هو طبع مية ومائتين ومائتين وخمسين لكنه سوف ينزلها تدريجيا تدريجيا حتى يتم أن أحول الآن أن تتحول العملة تقريبا هي يبقى مع عملة الخمسمية وعملة الألف عملة الخمسمية أصبحت تقريبا مندثرة وسيلجأ بعدها إلى طباعة معدن بالخمسمية ثم يلجأ ذلك بعدا إلى الألف أن تتحول الاقتصاد عندك إلى اقتصاد متداول بين الناس هنا العملة هي أداة هي سياسة نقدية لا بد أن يكون هناك دورة مستندية دورة نقدية لا بد أن تدخل البنوك وخلقها الودائع ومن هذا القبيل وكأننا نتعامل بالمقايضة مثلا؟ بالضبط هي مقايضة هي مقايضة معدن مقابل سلع فقط لا غير الكارثة التي سوف تحل على الاقتصاد الآن أنه أصبحت معك عملة غير معترف فيها يعني لا دوليا ولا محليا ما مآلة ما يقوم في الاقتصاد هنا الكرة الآن في ملعب البنك المركزي في عدن عليها أن يقف بقوة ضد مثل هذه التصرفات من قبل الميليشيا الحوتية لا بد أن يقوم بعدة حول لا بد أن يقوم بعدة إجراءات ضد ما تقوم بالميليشيا في عدن وكان آخرها إيقافها لشركات صرافة قام البنك المركزي بموقف رادع وأوقف البنوك التي تعمل تحت سلطات الحوتية البنوك لديها أذكر الآن كل البنوك لديها تعهدات للبنك المركزي المركز الرئيسي في عدن بأنها تعمل في ظل شرعية وشرعية البنك المركزي في عدن إذا خالفت وقامت بالتعامل مع هذه العملة سيكون هناك ردع كبير من قبل البنك المركزي في عدن ولديها الآن قد أكون لديها بعض المعلومات أن البنك المركزي الآن في عدن يدرس اتخاذ إجراءات قاسية حتى يسحب البساط أكثر من تحت سلطات الميليشيا الحوتية وسوف نشاهدها في الأيام القادمة طيب السؤال الأهم الآن عندما قامت الميليشيا الحوتية بهذه الخطوة قامت بها تحت مزاعم أن العملة الموجودة الآن هي عملة تالفة السؤال المهم لماذا لم تقم الحكومة الشرعية منذ سنوات بمعالجة هذا الوضع وضع العملة التالفة حتى الآن الحكومة الشرعية وضعت معالجات الحكومة الشرعية طبعت أبو 100 فيها جديدة ونظيفة طبعت 200 طبعت 500 لكن الميليشيا الحوتية هي ترفض التعامل مع هذه العملة والآن في المناطق الشرعية لا يوجد عملة تالفة نهيا العملة بالعكس متداولة والعملة جديدة وطباعة جديدة صحيح أنها صدرت في أوقات أو كانت غير مدروسة لكنها موجودة هي الميليشيا الحوتية التي كانت ترفض التعامل فيها هل هذه الخطوة من قبل الميليشيا الحوتية كانت متوقعة أو مدروسة هي مخطط لها من قبل الميليشيا؟ هم حاولوا طباعة عملة ورقية لكنهم لم يتمكنوا لأنه يعني هو يظهر لك عقز الميليشيا هم صح في الجانب العسكري متطوري يعني كذا لأنه إيران تدعمهم لكن في بقية الأشياء هم صفر على الشمال لا يوجد لديهم أي شرعية في العالم كله حتى لم يستطع المتحالفين لديها من إيران وغيرها من الدول المتحالفة معهم أن يساعدهم حتى في طباعة ألف واحدة لذلك الآن هم اضطروا إلى طباعتها في البنك المركزي في صنعاء لديه عدة آلات التي تسق العملة المعدنية هي ليست صعبة وليس إعجاز كما يقال تمخض الجبل فهو لدفارا هم يعتقدون أن هذا إعجاز بالعكس يعني أبسط يمكن أن نقول ورشة ممكن أن يعمل آلة مثل هذه الآلة ويمكن أن يطبع كما يريد